الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي عليك يا سيدي أبا القاسم يا رسول الله إخواني أخواتي الكرام والكريمات تحية مجددة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع دينا اليوم إن شاء الله سيكون حول مستجدات مرتبطة بقضية بنت طامو العبدية الناس اللي ما سمعوش هاد القصة دي البنت طامو العبدية نتمنى أنهم يرجعوا الفيديوهات المتعلقة بها واللي غتلقوها في القناة هدي واحد سيدة اللي كانت حاولت أنها تعرض واحد سيد عن طريق الزوجة ديالو لي مكروه عن طريق تسميم إلى آخر ودرشي ديالشعوه ده هدرنا عليها كنا أنه كانت عنده علاقة عن طريق الشي واحد منتخذها تشتغل في الجسم القضائي كانت عنده علاقات ونبين الناس اللي كانت عنده علاقات معهم القاضي اللوسكي المعتقل هدرنا وهدرنا وهدرنا عليه ما نهدره على التعديدات اللي كانت يتعرض لها منطرف الزوج للبنطة الملعب دياله أو لمطرف بعض الأقارب دياله أو المحسوبين عليها نهدره اليوم على وحد وولد أختها وولد أختها اللي أخته حاضية ولي سبق السيحة حسن خاليلي أنه وقدم بها شيكاية مباشرة هدرنا جبدأت سميته في المحاضر في المرتبة بتحقيق جبدأت كان ذاك السعى السيد بقي شمير ما خدمش واحد النهار كان قل الدكتور خاليلي اللي كانت عندهم العلاقة وطيدة مع القاضي اللوسكي المعتقل قال له مشيتي فيها هدي الخاليك هدي الخاليك يعني الناس عندهم مفود سيدة جبرة كانت غتقتل شخص إطاراً شروع دي التسميم ودارت مصائب إلا حدون الساعة بقى ما تعتقل علاش غتقلوا لي هدرت على هدي أو لهذا أنا بعدها عندي علاقة وطيدة مع الدكتور حسن خاليلي وكان رجاله كمستشار قانوني في أي قضية كانت دي الناس أو دي لي كنا قضايا احنا غنهضر عليها من بعد جاب الله فيها التسير هدرنا وهدرنا عليها ودار فيها مدار شي بوحدة بطبيعة الحال كي الناس اللي كيخدموا على هدر القضايا مقابل مقابل محامين أو غيرهم إذن هد سيد هدا غتجيبوا الظروف وغيولي محامي غيدخل المحامات يعني كمحامي متدمرين دي أش غيوقع له لخد دي إيا مني كيبدا الإنسان كينشي علىه حترق يشوف راسه إنه بغي تجبر ما كيكونش عنده شي وازع اللي كيحبسه ولا سيما إذا كان متور يبقى عين طحر هد سيد دخل المحامات هذا هو محامي متمرين يلا حط رجلو في الجسم دي المحامات بغي يفتاع المشكل ضد دكتور خليلي أو بغي يفتاع الوحد القضية وهمية ضد المجني عليه المحوري اللي هو الدكتور خليلي مع التركيز على إقحام النقابة يعني هدو من داك للباشر اللي إذا مشي عند بمول بيس ريخ الصو يدخلوا في المشكل مشي اللي حمام صو يجمعت الناس اللي في الحمام ويدخلهم مشكل دا بدخل المحامات النقابة المحامات غنخدمها بطريقتي غنضللها أو لا غنعطيها وعطايات خاطئة ونعدل شي سيناريو اللي غنخدم أو نوظف بهذاك النقابة ضد هذاك الخصم ديالنا اللي هو حسن خاليلي والزوجة ديال علاش حسن خاليلي إحنا ما غنقولوش غير فقط هو كان ضحية ولا مستهداف الفصل 21 من الدستور يقول بأن الإنسان ينوب عن زوجاته هذا نصب السوري أن الإنسان ينوب على ولداته وعلى الزوجة دياله واخر الزوجة دياله ما كتعرف ما تدير هو كيدير كل شي في بلاستر وبمقصد دا واحد وكالة زيادة عن نصب السوري كين وكالة إحنا باشا نقطعوه حولا نديرو بدك السيدة ما بغينا اللي هي حركة الدعوال كانت سابب تحرك الدعوال عمومية ضد بن طام العبدية وهذا السيد هو اللي كي أطرها واللي كي وجها واللي كي دير كل شي في بلاستها إحنا خلصنا نهرسه هذا السيد اللي مثلا رجلها ولكن محتامية به من جانب القانون إحنا نهرسه ونخليه ونديره بها ما بغينا ونضربه لها الدعوال الأساس إذا ما بغينا نديره هذا السيد هذا السيد هذا المحامي المتمرين هذا على الله يحفظ باقي ما وليش محامي قال لك سيدي بأنك المحامي في الدار البيضاء ينتح له صفة دي المحامي عفوا عفوا كينا ناس في الدار بيضا ماشي محامي كي ينتح له صفة دي المحامي في إشارة للدكتور حسن خاليلي ونعود نقول أنه حاصل على الدكتورة في القانون الجنائي ومستشار قانوني مستشار قانوني هو بغي يركب واحد القضية السيحة سان بأنه ينتح له صفة محامي علما أن السيحة سان هو ماشي محامي ولكن مستشار قانوني تلجؤوا عنده الناس في الدراسة دي القضايا ديهم وكذلك بعض المحامين تلجؤوا له لأنه عنده خبرة واسعة ومكون تكون الحقوق طريقه ترسؤوا عنده الناس ويستشروا معه هالسيد بغي يدير بأن السيحة سان ينتح صفة محامي وماشي بعيد يرسلوا له الناس ويمشيوا ملفات باش يدرسها له ومن اللي يخرجوا يعطيوها الأتعاب لأنه يتخلص وماشي بعيد من اللي يخرجوا يمشي وديروا ديكلاراسيون أو لا استيناداً على الشي كيديل هالسيد اللي ممكن دارت أو لا عادر يديرها يكون فاهم مع الشي واحد من اللي غير خرج هذاك الواحد غير يقول ويالله للكومي سري أو لعنده وكي الملك ويقول بأن هذا تقل لك بأنه محامي ممكن بأن الناس اللي كيتورطوا في قضايا كتولي الدناء عندهم شي حاجة سهلة يسهل عليهم يديروا كل شي وبالتالي كينا واحد تهديد السلامة ديال سيحاسان وكينا خوطة تحاك ضده أنا أنا مفروض علي نقول هذا الشي لأنه صديق ولأنه قدمني مساعدات خلال الاستشارة القانونية معاه من حقي ومواجب علي أنني نقول هادشي إذن هاد الناس يكيدون الخفاء ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين اللي ما عجبنيش هو أن النقابة المحامين نقابة المحامين نشي في هاد طرح إذا كانش ناس من نقابة أشي يرضيوا الخواطر دين بس يتسنوا بنطعموا العبدية الدوز في المحكامة وممكن أنهم يطوعوا ويدافعوا لها في قطر المحاكمات العادلة لأنك نطلبه تاهية تكون عندها محاكمة عادلة وما كانشي واحد اللي يتقدم المحكامة ونرضاه كمغاربة وكناس أنا واحد منهم ضررت من المحاكمات الغير عادلة أنه يتكرر هذا الشي على الشي واحد المحاكمة لا يخص تكون عادلة تهى السيدة ملي تكون عندها محاكمة عادلة يجيوها المحامين ويدافعوا عليها وينوبوا عليها ويديروا معها اللي قدرهم الله يديروا ولكن باش يتم استخدام النقابة كآدات للضرب سي حسن خليلي شوية قاسعة ناس بغين يجردوهم الحق ديله وأنه يدافع على رأسه وعلى مرته ناس بغين يجردوه وهذه الناس ماشي عادين في منهم سيدة اللي هي رئيسة عصابة وشي بالضبط غيكون عندها هذا أو لأولد اختاء أو لأبنت اختاء عندها ناس خرين عندها ناس خرين اللي كيخدموا معها واللي عملوه كواريت وقدرنا عليها أو السي حسن هات الشراكين عندهم متاق ورأس للجهزة القضائية إلى آخر والمفتيشية العامة دي المجلس أعلى السلطة القضائية ومجموعة دي المراكز والدول الملكي مخلافين نكتب إن هاد السيدة تشكل عصابة وبالتالي هاد العصابة بغى تحرم السيد إنه يدافع على مرته وبالتالي باش تحرموا هي خصط الفقلوتهما هاد الماكيدة خصط تركب وللأسف تم استعمال هاد الهيئة دي المحامين باش تكون هي السبيل والوسيلة دي هاد الناس باش يهرسوا هاد السيد وانا كنظن أن الهيئة دي الضرب فيها العقلاء فيها العقلاء خصوم يبحثوا وتحروا في هاد الأمر مزيلا وما يمكنش أن اللي قال غدا العيد نقول لهم بروك العيد بس يكون البحث والتقصيد السيما أنها دي السمعة دي شيء المحامي ولا جوجل دعشرة السمعة دي الهيئة دي الناس قدام في الهيئة دي الضرب دا وما غيجيش واحد عقل بسم الله تورطكم في شي حاجة اللي انتم ما مخصوكم ش تورطوا فيها أدبيا وأخلاقيا هذا اللي كين أنا المكائد كترات وإحنا دبا ما كان دير والو معنا لا سياسة لبرلايمان ولا ولا لابس علينا ولا ولو كان هضر على هضر كاميرا دير التليفون وميكرو بجوج فرانك والناس كتحفر من أبلل ومنهار إذا هضرت على شي حاجة راك انت غير مرغوب فيك وراك انت مستهدف كل يدعي فيك كل يحرش عليك كل يخرج عليك الكلام كل واحد أشكي دير لأن الفاسدين ما باغين شي واحد اللي يوقف في طريقهم أو لا يشير لهم بالأصبوع الفاسد غير يبقى ولكن احنا كنحاول أننا حاجة اللي يعطيها الريحة ومخنزة البلاد نهضر عليها بشت وبعض المرة تجيب الله تسير الخوت قضية ديال السيدة اللي بدولة الأرض ديالها هنا غير نتعقل القضية الأخر وتكون في الأول أنه كان قضايا يجب الله فيها التسير مش هيدك الشي اللي كنا كان نترجى وكان نطلبه وكان أملو كي أملو المظلومين ولكن على الأقل تحركت القضية لهذا غانرجع للدكتور خالي نقول له أنه كانت منى أن السلطات دخل والناقب والناقب دياله الضرب ما يزلق هذا الضرب من خلال الدفاع عن هذا المحاميل اللي يبغي ورط النقاب من خلال هذا تصريح دياله ما شير ما كان يقول شي ورطهم في الكريديات مع صندوق النقاب الدولي أنا كان يقول غير ورطهم من خلال أنهم يتبنوا هذه القضية ويخرجوا واحد طريق اللي ماشي سليمة يكونوا على حذار الإنسان ياخد الحذر دياله وياخد الاحتياطات دياله قبل من يسي شي واحد سليح حسن يتعرض لإيساء هذا ماشي والموضوع التاني اللي مرتبط بدك سيدا اللي باعت الشركة سيدا اللي فطانجال اللي باعت واحد الشركة قطعة أرضية في 14 هكتار سيدا أمينة واللي جاء واحد المجموعة ديال البنضية ويعملون عما سيدي العقود ومشاو يديرون مطلب التحفيد فإذا به المحافظ كيحيلها على محكمة التحفيد والمحكمة التحفيد دارة الخبرة اللولة والثانية والثالثة والوقوف على عين المكان وتأكد أن السيدة مينة هي اللي عندها الحق في ذاك الأرض ناضو ذاك المافيا مدعومة بواحد المنعيش عقاري كبير جدا إذا قسمت طنجغة القتول ودي العقارات دياله خوص البنايات والعمرات إلى آخر ناضو حرشو عملون عما سيدي هنا كنا كان هضر هاتشي يقولوا شي ناسو قلال شي عاكد وبعشي فين ناضو صرقوا الكناج ديال الأملاك وقطعوا بطروا أو عدموا واحد المجموعة الأوراق من الكناج التانية وداروا معينة استجوابية مع الشخص ميت هالشي كله باش يبينوا بأن السيدة مينة ما عندها حق عاكد تكذب عندها واتيقة مزورة وللأسف تم اعتقالها وهي تبلغ من السن خمسة وتمانين سنة وتم الحكم عليها من طرف غرفة الجنايات البتدائية بطنجة بسنتين نافدة السيدة مريضة وكبيرة وفي الحبس حتى الدوافع والدواعي دي العتيقال ما كانش ما كانش ولكن للأسف وتحركت شي شي الجناك نظن هنا في هذا الجديد في القضية الجديد في القضية الجديد في القضية هي أن ذاك المنعيش عقاري اللي اسميته كدخل عفطنجة تمت متابعته بتكوين عصابة إجرامية زيد هو مجموعة دي الشركاء دياله منهم داك الوراة اللي نصبر راسهم على أسس أنهم مليون داك الأرض ويمكن كين شي وحدين أخرين اللائحة ما عندي عدغة توصل بها لائحة دي المتابعين المهم هذا كالمنعيش العقاري اللي يخلع عباد الله ره تابع ولو في حالة صارحة السيد معروف عنده ضمن ديال حضور طاوح حالة صارحة رمأن الجرائم خطير بتعطيها الصراح ولكن متابع في قطار تكوين عصابة إجرامية وترامية على ملك الغير وتزوير أزيد أزيد وأزيد إذن دابة المرحلة الثانية كانت من أن الغرفة الجيرينية الاستينافية فطنجة لقص صراح ديال داك سيد دا خطأ قضائي فادح يوسي ولسمعة المغرب ولسمعة القضاء ويعزز عدم التقيقة في القضاء لإنسان مظلوم ويأتي واحد عنده الفلوس ويأتي واحد عنده المعارف ويأتي واحد يلقى الفاسد اللي يعونوه هل يسرق هذي الملف لش يسرق هذي المحطة لكل الأملاك يطير كامل واحد يتقطع منه الوراقة لكل الناس يفيد لكل الأملاك مساكم يري ويقدم استقالته على هذه محكامات تسرق منها كنانش وهذا كاتب الضبط أو المسؤول عن ذلك القسم يتحاسب ويش يتحاسب أن هذه محطة المحطة وفي المستودع الحويجات وانت تجي وطيار كنانش وذلك الكنانش تبارك الله كناش يكناش وكل أخر تقطع منه ومع الخرط تسمى السيدة مزورة الجاهلية الشيئة رومان والإغريق ومع شكول ما كان يش هدون ماذا الله يأتي السيدة 85 عام في الحبس لأخر اللي عطيها الشرك اللي عطيها مليار والصرف مشاكل ها وشكول يحمل حقوق ده الناس ده باش يخاف ويسمع ناش يمستثمر يقدر يستثمر هنا أقول لك السيدة أرض ولي شرم عنده مشكل الفلوس وهي أرض مشكل الحبس يوكي دير إذن ولكن اللي الحمد أن بعد هذا المنعيش عقاري أن هناك فيه ترين هناك ترين وفي القاري من شاء الله من ينشد هذا نحضر عليه طي طي أن كهين ودير مصائب مصائب دير ونقلكم للإشارة أنا من يهضرت على هذا الموضوع حاول السيد أن يصدرجني وزعم ما يعطوني شي معطايات نهضر عليها مقابل طبيعة الحال سيكون مقابل ولكن أنا وعت الله قبل ما نوعد شي واحد أن ما نبيعش راسي ما نبيعش راسي وما ندير شي حاجة الحرم أنا غادي على الدرب الله سنعيش بالجوع والله ما ندير حاجة الحرم وما نبيعش ضاميري وما نبيعش راسي ندبا كان كسبوجي ما عندي لا فلوس ولا حاجة عايش على باب الله ولكن عندي أهم ما يمكن ملك الإنسان هو كرمته هو وجه ووجه وكرمته هذا اللي كان الخوط نتمنى دائما أن نقدر نوفي بعض المواضيع حقها ولكن الظروف المرضية هي لحالة دون استكمال الرحالات أو القصص أو القضايا دين الناس أنا كين اللي عنده قضية وكين اللي عنده قصة صراحة ممكن تقاش قضية ما كي يولي عيش هالإنسان بالليل والنهار هو أنا عسك يحلم بها ويمشي يهضر عليها في القهوة ويهضر عليها مع أولادهم ما كتبقاش قضية وإنما كتولي قصة طروة للأبناء ويمكن تل الأحفاد حيث كي الناس وصلوا حفيدهم وباقي حقهم ما أخدوش ماشي هضروا مع أولادهم هضروا مع حفيدهم وباقي حقوقهم ما لقوهاش لأن عنا وحدة مجموعة للأسف ديال الفاسدين اللي كيزيدوا كل نهار كي تزاد العدد دياله ما غنقولوش أنها كل شي فاسد فينا الناس لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمر الخير ما غيت تقتع منه هذي بتأكيد الشي أنا اللي كان قولها سيدنا محمد أكد على أن الخير ما يتقتعش من الأمة دياله كي الفاسد كتير وعلاش يقولو أن القابض على الدين القابض على الجمرا في هذا الوقت ديالنا علاش بالضبط في هذا الوقت ديالنا إن كتير فيه الفاسد كتير الفاسد غيقولي لستيتنا ماشي والفاسد الاستثناء هو ديك الانسان اللي داخل سخراسه وما كيعمش الحرام وما كيعمش ما يغضب الله وما يغضب القانون هذا هو المشكل ولكن باقي باقي الامر في الامة السيدنا محمد لعل لا وعسى ان هالفاسد يزيد التفضح ولعل لا وعسى ان الفاسدين ياخدوا الجزاء ديالهم وما يلقوش اللي باقي يحميهم اللهم افضح الفاسدين في كل مكان وزمان مش يتفضحوا وما يبقى يتاو واحد يقدر يغطي عليهم اللي يبغي يغطي عليهم يعرف رسولته وغي تجلخ بالذي لا يذكر وغي تشوه وما غيبقى عنده وجه لا مع عائلته ولا مع المجتمع وعاد ان شاء الله هذوك الفاسدين يا ربي ودونهم ممتلكة ديالهم ومقاهم مقردين الرجوع الى الاصل ومن هذي مكان مكرد ايردوهم مكرده سيدي من اين لك هذا رامي اين لك هذا كين في العالم احنا لي ما عنا شي ديال الحبس يخرج سيوها بيقى لك يشغل حبس دياله وانحنا نحشو الصبعو لا سيدي انا عاود نقول لك لاش يعدم بالزيتون يقلبنا على الزيت غلات اخواني اخواتي تحياتي لكم جميعا والى حلقة مقبلة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة